خلينا نتكلم عن منتخب مصر والنهاردة حيتم الاعلان عن اسماء اللعاب النادي الاهلي عقب انتهاء مباراته امام طلاق على الجيش الاسماء اللي هتنضم من منتخب مصر احنا عارفين ان الجزء الفني بقادة كابتن حسين بدري كان اعلن عن بعض الاسماء الخاصة بالقايمة استعدادا للمبارتين توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية خلينا نعيد على حضراتكم الاسماء وفي استغراب من بعض الاسماء وجزئية دي خاصة بقت معروفة بالنسبة للناس كلها لكن خلينا نقول المهدي سليمان عبدالله السعيد علي جبر ايمن احمد ايمن منصور محمد حمدي محمد فاروق احمد توفيق ورمضان صبحي من بيرامدز رغم رمضان بقاله سلامة بالعافش بس حاجة غريبة بصراحة ومبارح كابتن محمد ببركات لمح انه هيتم باستبعاد رمضان على حسب ما يشوفه جهازياته ما كانتش لها لازمة من الاول يعني في الغالب حيستبعده محمد بسام من طلع الجيش محمد شريف امبي حسام حسن واحمد ابو الفتوح سموحة طهر محمد طهر الماولي العرب واكرم توفيق الجونال خمسة المحترفين صلاح وترزيجي وحجازي وكوكا ومحمد النيني النهاردة اعلان اسماء لعاب النادي الاهلي ويوم الاربع بالليلة او خميس صبح بالكتير هيتم الاعلان عن اسماء لعاب النادي الزماج بعد امتهاء من مباراة الرجاء في دور او في اياب دور نصف النهائي من طول الدوري ابطال اصفق نتمنى كل التوفيق بكل تأكيد لمنتخبنا الوطني في المهمة القادمة واللي اكيد نتمنى برضو ان محدش يتصاب لان عندنا مباراة نهائية مهمة بالنسبة للنادي الاهلي لكن يبقى طبعا الواجب الوطني هو الاهم وتصفيات مهمة جدا من نسبة المنتخب مصر نتمنى لهم كل التوفيق هنروح لفاصل وبعد الفاصل عندنا تفاصيل اكتر في فقرات متعددة من حلقة التريند النهار اشتركوا في القناة